في مثل هذا اليوم سنة 2013 كنا على هوا برضو وكانت رأبنا ممكن تطير وكانت فدى البلد دي كانت صورنا متعلقة في الشوارع في كل مكان وصورنا قدام المدينة دي على الارض وبيدس عليها بالجزم وما كناش خايفين وكنا حاسين ان احنا بنعمل حاجة للبلد دي وكنا حاسين ان احنا بنلعب دور لانقاذ البلد من ايدين مدنسة كانت عايزة تخطف هوية هذا البلد الجميل بس ما حسيتش بالصعوبة زي الايام دي اجمل شيء انك تكون جزء من الشعب وبتعبر عنك وتبقى وانتع الشاشة الناس لما بتشوفك بتقولك ايوا بقى قول كمان فتبقى صوتهم ولما يبقى الصوت جماعي مفيش نشاز تقولي الحمد لله انت ماشي صح كل سنة وانتو طيبين في ذكرى 3 يوليوم ذكرى سقوط الاخوان تبليه التلات ايام دي صعبة لان اسوأ حاجة ممكن يواجهها مريض كلمة اللي اداي جدا استحمل يبقى بيتقلم هو انا مش عايزك تقولي استحمل ما انا مستحمل هو انت يعني لما قلتلي استحمل خلاص انا كده استحملت دي نصحتك ليا لما تحس ان لو قلت للناس ان احنا مرينا بظروف صعبة وان حالة البلد زفت وان احنا كشعب بنتحمل مسئولية واحنا اللي افرزنا هذه الحكومة النظام جزء من هذا الشعب الحكومة ليس لديها خبرة سياسية الحكومة بتحاول تشتغل بنظام الصدمة لان ليس امامها بديل الحكومة بتراهن على ان المريض حيعيش بس هيتقلم شوية بس الدكتور قاعد كل ما يدخل يقول لي خد بالك هديك دواء هيوجعك جدا بس ما بيقوليش استحمله ازاي ما بيقوليش ايه المسكن حتى لما بيعمل لي دعم بيقول لي ده الدعم ده انا هطلعه من عينك لما يديله مسكن يقوله بس المسكن مش هيعملك حاجة وياخد المسكن ويفضل لألم موجود فتيجي انت تقوله ايه وانت طالع على الهوى مطالب ومش مطالب يعني تكليف ولكن انت تفهم مبررات الحكومة ان اللي خاف منه كل القيادات السابقة على مدى اكتر من خمسين سنة القيادة دي خدته بس انا تعبان يعني انت شايف القيادة بطل خليك في بيكو بس ما تطلعش تقولي الله على القيادة العظيمة وانا موجوع ما القيادة بتقول اعمل ايه بس كمان الحكومة ما بتقول لناش نعمل ايه نعيش ازاي نستحمل ازاي ما بتقول ليش انت قدامك صحيح لسه مطلعين بيان من شوية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء مطلع بيان من شوية بيقول نعترف ان شعبية الحكومة نزلت برافو عليك على عموم الاعترف ده شيء كويس وان القرارات صعبة وان حزمة الاجراءات الدعمة ليست كافية للفقراء وان الفقراء بيعانوا وان احنا هنستمر كده تلت سنين طب ماشي بعد تلت سنين ايه اللي هيحصل هنبقى ايه يعني يعني انت قلتلي ان انا هقلل انت عندك عجز موازنة خمسة وسبعين مليار فقلتلي هقلل بالقرارات ده ربعين مليار وما قلتليش هتجبل خمسة وثلاثين مليار دول من ايه انا جاي لمنح ولا هتعمل علي قرارات جديدة طيب انت وانت بتاخد القرارات كنت عارف هتدعمني ازاي ولا لأ كنت عارف هتنقذني ازاي ولا لأ وانا قاعد اتفرج ومع زميلي الفيديوهات بتاع الناس مؤلمة مش قادرة زعها مش قادرة زعها لان كلنا حاسين بالوجه غني وفقير